تبقى دولة الإمارات برغم أنه يمكن ثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بعد تركيا والسعودية وأحد أكبر اقتصادات العالم اللي عدد سكانه 10 مليون ومبواي الدول في العالم اللي سكانه 10 مليون وناتجه المحلي 430 مليار فتبقى أيضاً دولة الإمارات دولة متوسطة وأنا ما أحب أني أستعمل عبارة دولة صغيرة لأن التعريف في العلوم السياسية وفي العلاقات الدولية للدولة الصغيرة هي الدولة اللي فيها مليون أو مليونين شخص فحتى من ناحية التعريف أنت دولة متوسطة فمن المهم أيضاً أن ندرك بأن التكتل الجماعي مهم لنا والتكتل الجماعي يجب أن نصبه إليه ما نقدر نحن في دولة الإمارات أن نتحرك في محيط دولي مثل اللي وصفته ومحيط عربي وقليمي من دون نوع من التكتل الجماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر